وطبعاً عايزين نتكلم معاك على ملفات كتير النهاردة نبتديها معاك بالتأكيد على لا صوت يعلو فوق صوت مباريات السوبر هتكون ممتعة ومثيرة بالتأكيد وهتكون مزعب لشاشة قنوات On Time Sport البداية هتكون الساعة 3 العصر ما بين Permids وما بين Modern Future تعليقك ايه على المباراة دي وشايف كواليسها بالنسبة لكل الفريقين ممكن يكونوا محضرين لها ازاي؟ طبعاً مباراة السوبر يعني انا شاف انها مختلفة شوية انت بتتكلمي في اربع فرق في الطوب ليفل طبعاً بستثناء نادي الزمالك اللي هو طبعاً كل واحد يتمنى نادي الزمالك يكون موجود لانه طبعاً قيمة كبيرة ولكن انت بتتكلمي في اربع فرق مهمين جداً في الدوري المصري مباراة النهاردة طبعاً Pyramids and Future مباراة تبقى مصيرة جداً كل فريق عايز ياخد بطولة بالنسبة لفوتشر طبعاً يمكن اول مرة يروح بطولة مهمة جداً بطولة السوبر وتكون بطولة مجمعة يعني من اربع فرق وفي دولة شقيق وفي جو مختلف تماماً اعتقد ان هما وعندهم كمال لعيبة كويسة وجهاز فاني كويس فاعتقد ان هما ممكن يكون عندهم فرصة كويسة كده جداً ان هما يصلوا للفاينال طبعاً Pyramids نادي كبير وعنده لعيبة كويسة جداً على اعلى مستوى عنده جهاز فاني خبرة كبيرة جداً فشايفين المباراة تبقى صعبة جداً الاربع مطشات طبعاً يعني صعبين بتتكلمي هتلاقي كورا نهادة كويسة جداً هتلاقي فيه حماس كل واحد كل النادي عايز يبقى ليه دور عايز يعمل حاجة عايز يخد بطولة يمكن كافة Pyramids شوية اقوى لان Pyramids عنده لعيبة كويسة لعب نهايات قبل كده الاثنين بقى عندهم خبرات مهمة جداً في افراقيا بتدوا يلعبوا في افراقيا اعتقد دي فرقت معاهم فيه لعيبة كانت في فيوتشان راحت Pyramids برضو يبقى فيه تنافس قوي جداً انا شايف المباراة تبقى صعبة مع تحكيم مصري طبعاً يعني هتمنى ان شاء الله ان التحكيم كمان يبقى كويس لان طبعاً التحكيم مصري من حكام المميزين كابتن عمير عمر وكابتن محمد معروف شايف ان هما من الحكام المميزة وفيه حكام طبعاً تانية مميزة ولكن كله هتيلعب باسمه لانه هو طبعاً عايز اعمل اسم ليه بطولة الوطن العربي كله بيتفرج عليها عايزين يعملوا اسم ليهم تاني اكبر الفرق ان شاء الله هتساعدهم ان هما يقدوا بشكل كويس لانهما الفرق مش غريبة عليهم في الدوري المصري ولكن في اجواء تانية مختلفة يمكن انت قلت يا فرح الساعة الثلاثة دي اعتقد في الامارات له في وقت يعني قبل كده شوية او في شهر ستة والكلام ده كله جو صعب جداً يمكن انا كنت هناك قريب لكن الاجواء كويسة ده ثلاثة بتوقيتنا وهيكون خمسة بتوقيتهم صحيح اه فانا شايف ان الجو هيبقى كويس الملاعب طبعاً مميزة جداً التنظيم هناك مميز جداً الناس هناك مختلفة تماماً هل كافة بيرميدز ممكن حضرتك ترجحها شوية؟ لو روحنا للجزئية الخاصة بانه بيرميدز شارك الموسم اللي فات في السوبر وابتدى ان هو يتأقلم مع الاجواء اللي بتتكلم عليها واجواء الامارات واجواء الجماهير وطبعاً مع جماهيرية النادي الاهلي فاعتقد والضغط اللي كان يمكن بيقع على لعيبة فريق بيرميدز في التوقيت ده اعتقد كانت كمان مباراة قدم فيها كلا الفريقين عرض ممتع جداً ويليق بأسماءهم هل ممكن نقول انه ده ممكن يزود كافة او يرجح كافة بيرميدز النهاردة على موضع فيوتر ولا ملهاش اي مقايز تماماً؟ وزود على اليوم طبعاً بيرميدز كمان لعب نهاية الكاسم على النادي الاهلي فانا قلت في البداية ان بيرميدز عنده خبرات كويسة لعب نهايات قبل كده واخد على اجواء عنده لعيبة دولية اللعبة دي كانت بتلعب اهلي وزمالك فلعبوا قبل كده نهايات لعبوا قبل كده في اجواء مختلفة دوليين اعتقد ان هم على الورق احنا ده ما بنتكلم على الورق ولكن حالة اللعبة في نفس اليوم يا فرح هو دي اللي بتفرق حالة اللعبة والتوفيق برضو لا يستهم بفريق فيوتشر عنده لعيبة كويسة جداً عنده حارس خبرة كبيرة جداً جنش فانا شايفي ان الكفتين كويسين ولكن بيرميدز اقوال ان بيرميدز عنده حلول كتيرة جداً عنده مميزات في كل الخطوط سواء في حراسة المرمى نهضة تتكلمي في الشنوي غايب هتلاقي شريفة كرامي موجود تتكلمي في خط الدفاع الاربعة دوليين تتكلمي في نفس الملعب لعبة مميزة جداً لعبة كانت في فيوتشر راحت بيرميدز اكيد هيبقى سراع كبير جداً هل ممكن نشوفهم بيشاركوا يا كابتن امير يعني خلال الفترات اللي فاتت مابتدنش لسه نشوف بوبو مابتدنش لسه نشوف مهند مابتدنش لسه نشوف مرعي يعني بشكل كبير جداً وشاركتهم لسه مش من المشاركات الاساسية مع الفريق ممكن نبتدي نشوفهم النهاردة من بداية المباراة؟ أكيد ورد لان خلي بالك غيابهم قبل كده كان غيابات لإصابات فطبعاً ما كانوش جاهزين ان هما يبدأوا اللقاء المدير الفني هنا وهنا دايماً بيعتمد على اللعيب اللي هو بيبقى مثلاً يقولك يلعب ضد الفريق القديم فيه حلين حاجة او حل تاني بيبقى ان بيتكلم معاه ان هو مثلاً دي فرصة كويسة جداً ده أنا ديك اللي انت كنت تلعب قدامه فيه ناس بتبقى مثلاً بتتكلم معهم اللي هو من غير ضغط عصبي يلعب مهمكش فيما فيش مشكلة وحاول تكون هادي لان طبعاً العيبة بتبقى متحميسة جداً العيبة مش بعض عن بعض موجودين في المنتخب على طول ولكن زي ما قلتلك اليوم اعتقد مهند وبوبو كل الناس يعني ممكن مهند شوية بيشارك بصفقة السامعة بيرامدز او موجود بشكل كبير جداً بساعة ما انتقل بوبو كان فيه اصابات ولكن هو طبعاً اكيد رجوعه هيبقى مميز جداً كل اللعيبة اللي موجودة اللعيبة دولية اعتقد ان بيرامدز هيكون كافته ارجح لان زي ما قلتلك اللعيبة مميزة اللعيبة دولية عبدالله الصعيد خبرة كبيرة جداً اكيد حيفرق مع بيرامدز عنده حلول كتير جداً بيرامدز اكتر ولكن فيوتشر لا يستهم به عنده اللعيبة اقوية جداً جداً داماً بيلعب بشكل هجومي فحالة اللعيبة